هعمل معاكم دلوقتي البرجر الخضروات برجر الخضروات للفاشتاينز ده بقى اي حد نباتي هيتبسط جدا جدا بالوصفة دي تعالوا نشوف المقادير معانا مقادير حلوة جدا طعمها الطعم قوي عندي هنا الرز هجيب الرز البني أو الرز البسمتي ويكون مسلوق عندي بذور الكتان كرات ماشروم فرش عين جمل محمص عندي البانكو زيت زاتون وعندنا برضو بقى الميبل سيرب خل بلسامك توم بابريكا ملح فلفل كامون والبهارات الميكس مع السيراتشا ساس وعندنا التقديمات بقى نقدم زي ما احنا عايزين عندي هنا البصل خيار مخلل التماطم والسوسات اللي بنحبها المستردة الكاتشب المايونيز زي ما احنا عايزين هجيب الكابة هنا كده زي ما احنا شايفين وإيه تعالوا نشوف هحط المشروم كده وهحط الرز كده عندي الليين الجمل برضو نحط والبذور بذور جدا تبقى جميلة جدا جدا ناخد بقى الفوايد كلها وايه البانكو اهو وهنحط مع بعض كده الحاجة لما تتعجن كلها مع بعض بتدي طعم حلو جدا بصوا بقى الجمال البصل اللي اخضر وهحط الايه الميبل سيرب مع السيراجة بشطشطها كده شوية وعندي التوم كمون بابريكا والبهارات الميكس مع الملح والفلفل كده اهو وايه شوية من زيت الزتون بفرومهم مع بعض جامد وكويس قوي استنده عشان ايه اهو يلا بينا يلا بينا بعد ما ايه فرمته كويس قوي مع بعض كله كل المقادير الحلوة بتاعتنا دي هجيب هنا صانية كده وايه هبدأ ان انا اعمل كده في الصانية زي ما احنا شايفين اللي هعمله بقى ان انا هطلحها بصوا كده وهبدأ ان انا هكور بصوا العجينة بتاعتي بتطلع قدي ايه جميلة حلوة جدا ومسكة مع بعض الله على الجمال اهو كده كده وهحطها على الصانية وهحطها ايه اهم حاجة اه احطها اه تجمد عايزينها تجمد في التلاجة سقعة علشان اقدر ان انا اشوي زي ما احنا شايفين كده وايه اهو بشكلها زي ما احنا شايفين برجر نباتي مكوناته جميل مختلف وحلو جدا شايفين جماله عايزاكوا تشوفوا اشتركوا في القناة